سؤال مهم جدا العقيدة القتالية للمقاتل المصري سواء كان ضابط أو عسكري ده بيتعلموه في كل الكليات العسكرية فنية عسكرية في كلية الحربية في الكلية الجوية نعم كل اللي بيخشوا بعد كده زباط متخصصين ايه هي سر العقيدة القتالية حتى لو حد داخل الكلية الحربية وهو ما عندوش استعداد ان يكون مقاتل بهذا الشكل لفيه عقيدة بتعلم داخل الكليات العسكرية المصرية انا عاوز اقول لحضرتك في كل الحروب السابقة وفي حرب اكتوبر المجيدة كانت هناك روح اسمها روح اكتوبر اللي هي القوة والعزيمة والصبر والمفابرة وهذه الروح ايضا بتنبع من العقيدة القتالية للجيش المصري وهي النصر او الشهادة ما فيش اختيار بين الاتنين وبالتالي بنلاقي وده بنقول برضو ان الشباب المصري شباب وطني وبنلاقي الالتحاق بالكليات العسكرية الاف او عشرات الالاف يريد الالتحاق بالكليات والاكاديميات العسكرية ويدون بيتخذ منهم عدد قليل لكن كلهم بيسروا يريدوا ان يضحوا في هذا الوطن وبالتالي بنلاقي ان قواتنا المسلحة بتقوم بحماية الحدود وتقوم بحماية الامن القوم المصري والامن القوم العربي بل وايضا بتقوم الان بحماية الحياة كيف تقوم بحماية الحياة من خلال اتخاذ اجراءات احتراضية لمجابهة فيروس كورونا وفيروس كورونا ده انسان حسام يعني ده كائن يعني صغير جدا حجمه يساوي واحد على خمسة مليون من حجم الانسان ومع ذلك بيصيب كل الدول كبيرها وصغيرها وغنيها وفقرها ولكن مصر والحكومة اتخذت اجراءات احترافية لمجابهة هذا الفيروس واستطاعت القوات المسلحة من خلال ادارتها التخصصية ومنها ادارة الحرب الكيميائية التي اشرب انني رئيس اركان الحرب الكيميائية الاسبق استطاعت ان هي تقوم بتعقيم المحاور والشوارع الرئيسية والمنشآت الحيوية واستطاعت ان هي تقوم باستخدام مواد للتعقيم والتطهير في كل الاماكن وفي الجماعات وشوفنا في المدارس ودور العبادة كل ذلك لحفاظ على الامن القومي ايضا القوات المسلحة من خلال شعار يدن تبني في مشروعات تلموية عملاقة بنجدها في كل بقاع الارض وخاصة سيناء السيناء الان تم تنفيذ 312 مشروع بتتكلف 195 مليار جنيه في شمال سيناء فقط تبليل عشان نفتح افاق وفرص عمل للشباب السيناء حتى لا يسهل استقطابهم من خلال الجماعات الارهابية المطرفة هو في ولياده الاخرى بتحمل السلاح واحنا شوفنا ان الارهاب مصر استطاعت ان تقضي على كتلة صلبة للارهابيين وتدمر بنياتهم الاساسية ومعنداش بنسمة عن عمليات ارهابية يعني فترة من الفترات لو سمحت لي ان اقول في 2014 2015 2016 2017 الارباح سين دولة كانت توجد 1329 عملية ارهابية ضد القوات المسلحة والشرطة وضد المواطنين طب دلوقتي الحمد لله بفضل الجهود وفضل القضاء على تلك الجماعات الارهابية واحنا في الزكرة يوم الشهيد هذه الزكرة العطرة اللي الشهيد ده بيضحب روحه علشان ايه علشان البلد حتى تحيى مصابين بيفقدوا اجزاء من اجسامهم حتى تكون او عيونهم حتى تبصر وترى مصر مستقبلها الواعد بصر شبابها المحترم فاندب احنا يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الواق محمد الشهوي المستشار باكدامية ناصر العسكرية بشكرك على كل هذه المعلومات والحقيقة انه عقيدة الجيش المصري يعني تدرس وفي نفس الوقت هي فطرة طبعا الحقيقة يعني حتى المواطن ايا كان مواطن من صغير الكبير سيدة فتاة في جواها كده وقت الخطر كله بيقف مرة واحدة وحاقت صد فانا بشكر حضرتك يا فاندب شكرا جزيلا ونورتنا في صباح الخليف شكرا يا فاندب شرفتنا ونورتنا سيدة اللي هو بشكر حضرتك على وجودك وضيف عزيز دائم على البرنامج بان شاء الله شكرا جزيلا لك